هنتابع النهاردة ان شاء الله الروابط الكيميائية احنا اشتغلنا في الباب التالت حسة واحدة اللي احنا بنشرحه النهاردة بيختص بطلبة سنوية عامة مرحلة تانية اختص بطلبة الصف الثاني السنوي المرحلة النقل الجديدة بتاعتنا عندنا النهاردة بنتكلم على التهجين تهجين الروابط الكيميائية عرفنا ان الباب التالت في الحلقة اللي فاتت بيتكون معايا من خمس انواع من الروابط روابط أيونية لو فاكرين معايا فرق السالبية بيكون أكبر من 1.7 من 10 بتزيد قوة الرابطة الأيونية مع زيادة فرق السالبية الكهربية كم مثال لو فاكرين قلنا مركب كلوريد الصوديوم فرق السالبية بين عناصره 2.1 من 10 مركب كلوريد الماغنيسيوم فرق السالبية 1.8 من 10 الله وإحنا المفروض نحفظ الأرقام دي طبعا نحفظها عرفنا أن في مركب كلوريد الألمونيوم فرق السالبية 1.5 احنا قلنا لو فرق السالبية زاد عن 1.7 من 10 يعتبر المركب أيوني مركب كلوريد الصوديوم فرق السالبية 2.1 من 10 كلوريد ماغنيسيوم 1.8 من 10 من أكثر صلابة طبعا الرابطة الأيونية بتتوقف على قوة فرق السالبية الكهربية على كل ما يزيد فرق السالبية الكهربية بيزيد قوة الرابطة الأيونية تمام؟ أنا عندي كلوريد الصوديوم مركب أيونه أكثر صلابة وأكثر تماسك وأسرع زوابان وأسرع توصيل للطيار الكهرابي والحرارة عن مركب كلوريد الماغنيسيوم طبعا ليه؟ فرق السالبية واضح 2.1 من 10 غير ماغنيسيوم 1.8 من 10 السالبية الكهربية اللي احنا خدناها في الباب التاني اللي هي قدرة الزرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية أقوى عنصر في السالبية الكهربية عنصر الفلور لو فاكرين السؤال بيقول ليه الفلور ده أقوى العناصر السالبية الكهربية لصغر حجمه الزري عنده 2 مستوى عندي الفلور عدد الزري 9.2.7 صغر الحجم الزري وزيادة قوة جذب النواء للإلكترونات فبالتالي السالبية عالية النهاردة هنتابع مع بعض النظريات اللي قلناها المرة اللي فاتت قلنا فيه نظرية الثومانيات فصارت الربطة التساهمية الربطة التساهمية فيه نوعين ربطة التساهمية نقية فرق السالبية صفر ربطة التساهمية قطبية بتكون أكبر من صفر بس أقل من 1.7 من 10 سنوية عامة عاوزة تركيز بقول فرق السالبية آه يا أستاذ فرق السالبية بس لو قلت تساهمي ناقي يبقى العنصر ده بدأ يكون مع نفس العنصر زر جزيء أكسوجين زر أكسوجين مع زر أكسوجين فرق السالبية بينهم بكام؟ بصفر طبعا تساهمية ناقية زي جزيء أكسوجين جزيء هيدروجين نايتروجين فلور كل دي جزيئات ناقية التساهمية القطبية زي جزيء الميا في أقطاب جزيئية في الأكسوجين والهيدروجين تساهمية القطبية زي جزيء النشادر زي جزيء كولوريد الهيدروجين HCL فرق السالبية أكبر من صفر بس أقل من كام؟ واحد وسبعة من عشر أقول نظرية قلناها كانت نظرية تسمى نظرية السومانيات عملها تنين علماء لويسو كوسايل لويسو كوسايل قالونا أن فيه نظرية إلكترونية للتكافؤ ظهرت لها بعض العيوب قلنا ما قدرتش تفسر كتير من الجزيئات زي ثالث فلوريد البرون خامس كولوريد خامس كولوريد الفوسفور دي أمثلة عندنا لكن فيه جزيئات تانية برضو ما عرفتش تفسرها عندي كمان نظرية السومانيات ما قدرتش تفسر الزوايا والأشكال دخلنا في رابطة التكافؤ نظرية رابطة التكافؤ اللي بتفسر الرابطة التساهمية عبارة عن مشاركة إلكترونية بين زرتين بس بشرط أني لازم يكون كل زرة الأوربتال الأخير مفرد به إلكترون واحد فصلت كم جزيئ عندنا في منهجنا جزيئ الهايدروجين جزيئ فلوريد الهايدروجين جزيئ كمان الميسام دخلنا على جزيئ الميسام عرفنا أن فيه تهجين تهجين آه يعني إيه تهجين ده في الأحياء لا ده في الكيميا تهجين عبارة عن إيه تداخل أوربتالين أو أكثر بس في نفس الزرة شروطه أني لازم يحصل في نفس الزرة يحصل بعد عملية الإصارة بين الإلكترونات لازم يحصل ما بين أوربتالات متقربة في الطاقة عدد الأوربتالات الكلية اللي نتجت من التهجين بتسوي عدد الأوربتالات النقية اللي دخلها في عملية التهجين لو نفتكر مع بعض كده جزيئ الميسام جزيئ الميسام عندي التهجين بتاعك من نوع S بس ري المفروض أعرف إيه تهجين الميسام تهجين الميسام زي ما احنا شايفين كده معنا نوعه S بس ري الميسام CH4 مركب كل الروابط اللي فيه روابط أحدية نعرف النهاردة أنه فيه روابط سيجما وروابط باي زرة كربون مع أربع زرات هيدروجين زي ما احنا شايفين كده ده جزيئ الميسام الزوايا اللي موجودة فيه بتوصل لمية وتسعة تمانية وعشرين التداخل اللي بيحصل ما بين زرة الهيدروجين العادية اللي هي الأوربتال S ما بين زرة الكربون المهجنة اللي هو تهجينها S بس ري يبقى التداخل ما بين S و S بس ري زرة هيدروجين S زرة هيدروجين S زرة هيدروجين S الزوايا اللي عندي هنا كام يا شباب تمام؟ مية وتسعة تمانية وعشرين دقيقة مية وتسعة درجة تمانية وعشرين دقيقة الزوايا دي ربنا خلاها في جزيئ الميسام عشان يخلي إيه التنافر يقل عشان يزود استقرار الجزيئ الشكل بتاعه هرم رباعي الأوجه الزوايا مية وتسعة تمانية وعشرين تهجينه من نوع S بس ري عندي أربع أوربتالات مهجنة واحد من S وثلاثة من B دي كانت آخر جزئية معانا في نظرية إيه رابطة تتكافؤ جزئ الميسام فصر للتهجين داخلت نظرية جديدة اسمع نظرية أوربتالات جزئية هتفسر نوعين من التهجين S بي تو و S بي احنا قلنا التهجين مرة لفاتت S بي سري في جزئ الميسام S بي تو في جزئ يسمى الإي سيلين C2 H4 جزئ تاني C2 H2 الأسيتلين التهجين بتاعه إيه S بي يبقى S بي تو ده نوع من التهجين هنتعرف عليه دلوقتي في جزئ الإي سيلين جزئ الإي سيلين الزوايا بتاعته مية وعشرين درجة ليه برضو عشان أقلل التنافر عشان أزود الاستقرار جزئ الأسيتلين الزوايا عنده كهية مية وتمانين يا ترى ليه عشان نقلل التنافر ونزود الاستقرار أنا عاوز أعمل مقارنة ما بين S بي سري و S بي تو و S بي إيه اللي أنا بقوله ده؟ عبارة عن أنواع التهجين S بي سري في جزئ يسمى جزئ الميسان جزئ الميسان كمثال عندنا رابط كلها أحدية جزئ الإي سيلين نوع التهجين S بي تو جزئ الأستلين نوع التهجين S بي الزوايا مية وتمانين مية وعشرين مية وتسعة تمانين وعشرين شكل الميسان هرم رباعي شكل الإي سيلين هبارة عن إيه؟ شكل الإي سيلين اللي موجودة عندنا مسلس مستوي مسلس مسطح مستوي عند الأستلين مية وتمانين طبعا عارفين رياضة أكيد خط إيه؟ مستقيم الأشكال اللي موجودة عندي جزئ الإي سيلين الميسان جزئ الإي سيلين أستلين دي أمثلة أنواع تهجين S-B-3 ميسام روابته أحدية زوايا 109-28 جزء الميسام زرة كربون و4 هيدروجين جزء الإيسيلين عندي زرة 2 كربون و4 هيدروجين عدد أربطالات مهجنة كانت 3 واحد من S و2 من B الأسيتيلين تهجين عنده عدده 2 واحد أربطال S واحد أربطال B عشان يوصلوا للفكر العالي بتاع التهجين دوة اللي في جزيئات المركبات العضوية أو في أي مركبات دخلوا على نظرية جديدة بتفسر الرابطة التساهمية اسمها نظرية الأربطالات الجزيئية بتفسر أربطالات جزيئات تعالوا نشوفها كده بالراحة مع بعض ونتعلمها ونعرف نظامها إيه عندي جزيئ أي جزيئ بتكون من زرتين أو أكثر لو عندي أربطال زري ده أربطال جاي من زرة وده أربطال جاي من زرة تانية كده ده اسمه أربطال زري وأربطال زري الأربطال B اللي عندي ده الكسافة الإلكترونية بتزيد قوي على السطح الخارجي بتضعف تبقى قليلة جدا في المنتصف عندي الكسافة هنا عالية لو حصل تداخل ما بين الأربطالين دول بس عن طريق الرأس إيه اللي بيحصل؟ بصوا التداخل اللي يحصل إزاي؟ الكسافة الإلكترونية بتزيد ده عمل لأربطال واحد الأربطال ده من نوع إيه؟ من نوع سيجما سيجما ربطة قوية صعبة الكسر سيجما نتجة نتيجة تداخل أربطالين زريين على خط أفق واحد سميناها سيجما تداخل بالرأس تداخل قوي بتزيد الكسافة الإلكترونية يبقى الربطة سيجما عندي ربطة إيه؟ ربطة قوية تنتج نتيجة تداخل بالرأس ما بين الأربطالات على خط أفق واحد الأربطالات تداخل بالرأس بتزيد الكسافة الإلكترونية يبقى الربطة قوية جدا جدا صعب إن أنا أكسرها إلا في ظروف معينة عشان كده أي مركب استعد الكيمة العضوية السنة الجاية سنة تانية وطلبت سنة تالت سنة ومعايا كده ركزه كويس في كيمة عضوية ومعادلاتها عندنا بالنسبة لأي مركب يحتوي روابط سيجما القوية تفاعلته قليلة جدا ما يقدرش يتفاعل بالإضافة إضافة يعني بضيف عنصر على المركب بكسر ربطة ضعيفة الربطة ضعيفة هنعرفها ربطة إيه؟ باي لو أنا عندي تداخل بالرأس بالشكل ده تداخل بالرأس يبقى الرابطة دي ربطة سيجما تداخل بالجنب هلاقيها دلوقتي ربطة باي خلينا في قوي الرابطة الرابطة سيجما قوية صعبة تتكسر تدخل في تفاعلات بصعوبة يبقى أي مركب يحتوي روابط سيجما يبقى تفاعلاته كتير ولا إليه تمام إليه هتكون إليه الروابط اللي موجودة عندي الروابط التساهمية لو من نوع سيجما خلي المركب نشاطه الكيميائي ضعيف جدا جدا نخش على الرابطة التانية احنا شفنا رابطة سيجما دلوقتي رابطة ده عبارة عن أوربتال جزائي طيب الرابطة باي ده أوربتال من زرة وده أوربتال من زرة تفقنا دلوقتي الأوربتالات دي الكسافة الإلكترونية على الأطراف زي ما احنا شايفين كت كسافة بتزيد قوي على الأطراف هنا نفس الكلام الأوربتالات كت لما يحصل تداخل يتدخلوا هنا وتدخلوا هنا صعب بأول ناقي إلكترونيات هنا حصل كسف في منتهى البساطة يحصل الكسف عملت لي رابطة جديدة اسمها باي الرابطة باي دي ضعيفة سهلة اكسرها لأن التداخل بيكون بالجنب ولو بالجنب بتقل الكسافة الإلكترونية في المنتصف فبتكون رابطة ضعيفة سهل إننا نكسرها ناشطة كيميائيا تعالى نقارن ما بين الرابطة سجمة والرابطة باي الرابطة سجمة قوية باي ضعيفة سجمة قوية صعبة الكس باي ضعيفة سهلة الكس سجمة قوية صعبة الكس غير ناشطة باي ضعيفة سهلة الكس ناشطة كيميائيا سجمة تداخل بالرأس باي تداخل بايه بالجنب يبقى دلوقت أنا عندي أي مركب يحتوي باي انشط اه انشط مركب يحتوي الروابط كلها احدية رابطة سجمة يبقى صعبة كسرها يبقى تفاعلته بسيطة ولا صعبة صعبة جدا تحصل لكن مركب سنائي عنده رابطة بسجمة وربطة باي في باي ظهرت يبقى سهلة تتكسر يبقى نشاطه الكيميائي كتير وما لو مركب سلاسي زي الاسيتيلين ما بين زلتين كربون تلت روابط ايه اللي بيحصل واحدة سجمة واثنين باي يبقى انشطهم يبقى لو المركب كان روابط احدية بس يبقى كلها سجمة يبقى نشاطه الكيميائي ليل روابط بيكون عنده سجمة وباي يبقى انشط سجمة واثنين باي يبقى انشط وانشط يبقى بيدخل في تفاعلات ايه كتيرة جدا جدا لما نيجي نتكلم مع بعض على التهجين في الايسيلين وفي الاستيلين في المسام احنا لسه قالين التهجين من نوع ايه اس بي سري ده ميسام اس بي تو ده ايه ده عبارة عن الاستيلين اس بي عبارة عن الاستيلين مين اللي على شكل خط ايه مستقيم الاستيلين زوايا كام مية وتمانين طب ايه السبب ايه اللي خليها مية وتمانين كده التدخل افقي عندها التدخل مية وتمانين تدي خط افقي عشان تقلل قوة التنفر بين الأوربيتالات تزود استقرار الجزيء أما جزيء الإسلين الزوايا 120 الشكل مسلس مسلس عند تدخل زرات الكربون مسلس مستوي تدخل الميسان الشكل هرم رباع الأوجه زوايا 10928 جسه قال مرة في امتحان 2009 قال لي علل الزوايا 180 في جزيء الأسيتلين عند تهجين SB مع SB اللي بيحصل هنا ليه 180 لسه أسامع وأيلها كتير دلوقتي لتقليل قوة التنفر بين الأوربيتالات وده بيزود قيمة الاستقرار الموجودة في الجزيء يبقى الرابطة التساهمية فصرتها 3 نظريات قلنا نظرية السومانيات عملها لويستوكوسايل طلعت فيها بعض العيوب جات نظرية رابطة التكافؤ بنيت على قوانين ميكانيكا الكم الحديثة اللي هي بتفسر إن الإلكترون لي خواص موجية دخلنا بعد كده في الأوربيتالات الجزيئية فصرنا جزيء الميسهم وده الإستلين والأستلين الإستلين والأستلين لو شفنا جزيء الإستلين على الصبورة مع بعض كده وتعرفنا على التداخل اللي بيحصل والتهجين في نفس الوقت قلنا الإستلين الزوايا عنده كام 120 الأستلين الزوايا كام 180 نبص معانا جزيء سي اتنين اتش هربعة اسمه إيه ال اي سيلين هنعرف ليه اسمي تاني في الكامية العضوية اي سين بالتسمية الايوباك العالمية سي اتنين اتش اتنين اسمه اسيتلين تهجين بتاعه هيكون اس بي ليه اسمي تاني برضو بالايوباك اي ساين بقول الايوباك طلب السنة تانية ايوباك دي تسمية عالمية طبعا طالب تالت سنة ويفاهم ان الايوباك تسمية عالمية بالنسبة للمركبات العضوية الاسلين عنده كام زرة كربون زرتين كربون زرتين كربون عندي ادي زرة و ادي تانية كام هيدروجين اربعة هنا في زرتين يبقى لازم زرات الهيدروجين معاها زراعة واحد ربطة واحدة هنا في زرتين مش شكل ده ما بين زرات الكربون في ربطة سنائية طب ليه السنائية لان الكربون لازم يكون رباعي ادي ربطة اتنين تلاتة اربعة خدنا ده في تلتة عدادة الكربون لازم يكون رباعي ربطة اتنين تلاتة اربعة ايه اللي بيحصل عندي عندي سجمة وسجمة 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 وباي لو ربطة صنقية يبقى واحدة سيجما وواحدة ايه باي صنقية يبقى سيجما وبي طيب الشكل دو بيكون ايه مسلس مستوي عند الزوايا عنده مية وعشرين عند التهاجين بتاعه اس بي تو ده جزيء يسمى جزيء الاسيلين الاسيتيلين سي تلت روابط سي ربطة اتش ربطة اتش جم منين التلت روابط دول زالة الكربون معاها هيدروجين كربون معاها هيدروجين فاضل للكربون تلت روابط يرتبط بها مع زرات الكربون الاخرى الزوايا عنده كام مية وتمانين نوع التهاجين اس بي الشكل خط مستقيم الاسيلين الزوايا مية وعشرين التهاجين اس بي تو الشكل مسلس مستوي عندي جزيء الاسيلين جزيء ناشط كيميائيا الاسيتيلين اكثر منه نشاط عنده اتنين باي عنده سيجما 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 لكن فيه اتنين باي الاتنين باي دول بين زرات الكربون زرات الكربون ده تهاجينها اس بي الكربون التاني تهاجينه اس بي طبعا ده يعتبر كل جزء عندي او كل جزئيات اللي موجودة فيه التهاجين يعني ايه تهاجين التهاجين عبارة عن ايه عبارة عن تداخل اربتالين او اكثر ليه شروط ايه هي بيحصل في نفس الزرة تداخل اربتالين او اكثر يحدث في نفس الزرة بين الاربتالات المتقربة في الطاقة طيب بيحدث ما بين ايه ما بين اقرب اربتالات متقربة في الطاقة بيحصل لما تكون فيه الكترونات ايه مفرادة بيحصل قبل اصارة الزرة ولا بعد الاثارة كمام بعد ايه بعد عملية ايه الاصارة يبقى التهاجين لشروط واحد يحدث في نفس الزرة اتنين يحدث بعد عملية الاصارة تلاتة يحدث بين الاربتالات المتقربة في الطاقة ازود لهم اتنين تاني عدد الاربتالات المهجنة بيساوي عدد الاربتالات النقية قبل التهاجين كمام في عندي بالنسبة لجزء الميثان والاستلين والأسيتلين بتنتج أوربيتالات جديدة أكسر طول أكسر بروزة حتى تستطيع أن تدخل في تفعالات كيميائية كده احنا شفنا مع بعض ربطة أيونية وربطة تساهمية الرابطة الجديدة اللي معنا النهاردة الرابطة الهيدروجينية الله عظمة ربنا كبيرة قوي في الحتة دي نصلى على الرسول كده عليه عبدالصلاة والسلام الرابطة الهيدروجينية لو مش موجودة مفيش ماء على الأرض الرابطة الهيدروجينية اللي بتسبب سيولة المية بتسبب أن المية مركب سائل بتخليني فيه مية على الأرض عشان أقدر أشربها الرابطة الهيدروجينية دي أساسا بتحدث لما تقع زرة الهيدروجين بين زرتين ليهم سالبية كهربية عالية يبقى شرط أساس السالبية مين أعلى العناصر السالبية الفلور بعدي الأكسوزين بعدي النيتروجين الكلور أعلى أربع عناصر في السالبية الروابط الهيدروجينية أساساً بيتسبب لي زوابان السكر في الماء السكر يدوب في الماء؟ آه يا أستاذ ما احنا عارفين بيدوب في الماء السكر بيدوب في الماء مركب تساهمي تم الشمعة تساهمي شمعنا بقى الشمعة مش هيدوب في الماء الشمعة تساهمي الزيت البنزين كايروسين اللي هو الجاز كل ده ما بيدوبش في الماء طب ليه السكر بيدوب في الماء؟ عشان بيقدر يعمل روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء يحصل عملية زوابان طب ليه المية موجودة في صورة سائل المفروض المية كتلتها الجزائية 18 جرام تبقى في صورة غاز لو قررنا المية بكابريتيد الهايدروجين ربنا يحفظنا كلنا من الرحته الفضيعة كابريتيد الهايدروجين H2S أساسا الكتلة الجزائية بتاعتها 34 جرام ربنا خلقه في صورة غاز بيتبخر بيغلي ويتبخر عندي 61 درجة تحت الصفر مش موجود عندنا بيطلب مع غزات البراكين وبيختفن على سطح الأرض ويتصعد طبقات الجو العالية لكن بالنسبة للمية كتلتها 18 لسه بقول كابريتيد الهايدروجين 34 جرام وبالتالي الهايدروجين عندي H2S كابريتيد الهايدروجين غاز المية 18 جرام أخف بس سائل طب مش معنى فيها روابط هيدروجينية سر من أصرح حياة بتاعتنا العظيمة اللي احنا عاشين فيها ربنا سبحانه وتعالى أوجد الروابط الهايدروجينية بين جزيئات المية عشان المية تبقى في صورة ايه أولا تاني سائل يرفع درجة غليانها بتغلي عند مية درجة مقوية تعالى نروح على اي مصيف ولا اي ايه شط كده امشي كده على الرملة سخنة اجري حط الرجليك في المية بسرعة الله تم المية والرملة في نفس درجة حياة الشمس ايش معنى لان المية درجة غليانها ايه بتاخد وقت عشان تغلي بتوصل لمية درجة مقوية حرارتها النوعية بتكون عالية ليه لان فيها روابط هيدروجينية طب ايش هو وقتنا للربط الهايدروجيني تعالوا نشوفها مع بعض بتتكون ازاي الروابط الهايدروجينية اللي موجودة معانا بين جزيئات المية بين جزيئات النشادر بين جزيئات فلوريد الهايدروجين الله ده انا ذكرت ثلاث انواع من المركبات بين جزيئات بين جزيئات بين جزيئات يبقى اول معلومة عندي في الرابطة الهايدروجينية المعلومة الاولى ان هي بتحصل بين جزيئات المركب اللي بيحتوي ايه بيحتوي عماص اليوم سلبية كهربية عالية جزيء مية اتش رابطة او رابطة اتش روابط تساهمية قطبية بين الهايدروجين والاكسوجين هيدروجين واكسوجين عندي جزيئ مية تاني اتش رابطة او رابطة اتش ده جزيئ وده جزيئ تعال هات كوباية مية قدامك وحاول تفصل الجزيئات عن بعض مش هتعرف شيل جزيئ عن جزيئ لا ليه مربطين ببعض ايه الخط اللي رابطهم مفيش خط ولا حاجة دي عبارة عن رابطة ايه رابطة هيدروجينية بتربط بين جزيئات الايه المية بص معايا النقط دي الهايدروجين وقع بين زرتين اكسوجين ليهم سلبية كهربية ايه عالية السلبية كهربية الاكسوجين عالي والسلبية كهربية الاكسوجين عالي يبقى الرابطة اللي موجودة ما بين جزيئات المية رابطة هيدروجينية الرابطة اللي موجودة داخل جزيئ المية تساهمية قطبي يبقى الرابطة بين الجزيئات هيدروجينية بترفع درجة غليانها تخلي المية في صورة ايه في صورة سائل بتخلي السكر يدوب في المية بعض المركبات العضوية تانية بتدوب في المية زي الكحول زي اللي هو السيبرتول إيسانول كمان حمض الخليك بيدوب اللي هو الخل في المية لأنه بيكون روابط ايه؟ هيدروجينية الرابطة الهيدروجينية دي بتحدث لما تقع زارة الهيدروجين بين زارتين ليهم سالبية كهربية عالية ده شكل من أشكال الروابط الهيدروجينية لها تلت أشكال شكل الرابط الهيدروجينية الأول عبارة عن خط مستقيم كمان في شبكي شبكي مغلق حلقي مغلق وشبكي مفتوح ازاي؟ دي جزيئات المية خد معايا جزيئ فلوريد الهيدروجين فلور أعلى في السالبية فلوريد الهيدروجين الفلور أعلى في السالبية اللي حصل في رابطة حصلت بابين جزيئات فلوريد الهيدروجين رابطة ايه دي؟ رابطة هيدروجينية رابطة دي ايه؟ تساهمية قطبية طب من أكبر؟ هل الرابطة أطول أطول؟ من أطول؟ هل الرابطة الهيدروجينية؟ ولا الرابطة التساهمية القطبية الرابطة ايه طبعا؟ الهيدروجينية أطول طب أضعف دي أقصر طب أقوى يبقى الرابطة الهيدروجينية بين الجزيئات الرابطة التساهمية القطبية داخل الجزيئ طيب مين أعلى درجات غليام هل الجزيئات الموية ولا جزيئات فلوريد الهيدروجين فلوريد الهيدروجين السبب أنا سامع ناس بتقول الفلور أعلى سليبية من عنصر مين الأكسوجين يبقى الفلور دو سليبياته الكهربية عالية فبيخلي المركب روابط الهيدروجينية أقوى بترفع درجة الغليام يعني برضو زي ما قلنا عن رابطة التساهمية أن بتزيد قوتها والرابطة الآيونية بتزيد قوتها وتتوقف على فرق السليبية الكهربية الربطة الهيدروجينية تتوقف على فرق السليبية الكهربية الرابطة الهيدروجينية لها ثلاث أشكال روابط في شكل خط مستقيم شبك مفتوح حلقي مغلق الروابط الهيدروجينية توجد إمتى لما تقع زارة الهيدروجين بين زارتين ليهم سليبية كهربية عالية عندي الفلور أعلى العناصر سليبية بعد أكسوجين بعد نيتروجين الفلور في فلوريد الهيدروجين الأكسوجين في المية عندي كمان النيتروجين في النشادر طيب الثلاث جزيئات اللي عندي مية فيها روابط هيدروجينية بين جزيئاتها فلوريد الهيدروجين روابط جزيئية بين جزيئاتها كمان النشاد الروابط هيدروجينية بين الجزيئات مين أعلى التلاتة في درجات الغليان تمام الروابط اللي موجودة بين فلوريد الهيدروجين هي اللي بتخليها أعلى في درجة الغليان طب ليه؟ لأن الفلور أعلىهم في السليبية طب وده ما لهم للربط الهيدروجينية ما الربط الهيدروجينية بتتوقف قوتها على فرق السالبية وبتزيد كل ما يزيد فرق السالبية الكهربية بين العناصر عندنا بالنسبة للروابط الهايدروجينية سببت لي حالات شازة للميا في خصائصها من درجة غليانها عالية من ايه كمان من زوابان بعض المركبات العضوية فيها زي السكر وزي الخل وزي الايثانول اللي هو الكحول الايثيل اللي هو السيبرتو كمان بتخليه المركب في صورة ايه سائل خلصت الروابط الهايدروجينية الروابط اللي بعد كده الروابط التناسقية تناسقية نوع من الروابط التساهمية هنفصل دلوقتي مع بعض جزيء وايونات الايمونيوم وايونات الهايدرونيوم في الرابطة التناسقية هنتكلم على ايه الروابط التناسقية اول حاجة عندنا قبل معرفها هفصل لكم معايا ايون الامونيوم ايون الامونيوم ان اتش فور اسكت لا يا استاذ زبقى غلطان بقول ايون يبا لازم احط الشحنة هنا موجب ولا سالب ده ايون موجب عندي ايون الامونيوم ايون موجب نشوف مع بعض عظمة ربنا سبحانه وتعالى في تركيبة المركبات نقول عليها المركبات الكيميائية المختلفة حسب روابطها الرابطة التناسقية اول حاجة نوع من الرابطة التساهمية عندي جزيء نشادر ان اتش سري هيتحد مع بريتون جاي منين من اي حمضة دايب في المياه بريتون الهايدروجين الهايدروجين اتش واحد عدد الزب واحد فقد الالكترون بالاربطال موجود فارغ عندي بيكون دو ان اتش فور موجب نشوفها بالراحة كده انه شادر ان اتش سري زر اتناي اتروجين معه تلت زرات هيتروجين ان اتروجين عدد الزر كام سبعة مستوى الرئيس الاول فيه اتنين الالكترون مستوى الرئيس التاني فيه خمسة الالكترون ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى اخر مستوى رئيسي في زرات النيتروجين يحتوي كام الكترون خمسة زرات الهايدروجين يدوبك عددها ازالي واحد عددها ازالي واحد عددها ازالي واحد يعني عندها الكترون هتلاقي زارة الهايدروجين دي استقارت كده بيعندها اتنين الكترون اتنين الكترون اتنين الكترون ما المستوى الاول يتشبع باتنين كده زارة الهايدروجين وصلت لكام بصوا معايا نظرية السومانيات بتفسارها وصلت لكام لتمانية الكترون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتلاتة من زارات الهايدروجين يبقى الجزء ده مستقر الهايدروجين اخر مدار يحتوي تمانية الكترون بس في ملاحظة كده قوية احنا لازم نشوفها مع بعض ده الكترون وده الكترون بيزودوا استقرار جزء النشادر بس حرين مرتبطوش مع زرات الهايدروجين هيجي دلوقتي البروتون نواة موجب واحد أوربتال فارغ تماما ده عبارة عن ايه بروتون الهايدروجين عبارة عن ايون الهايدروجين الموجب فقط اتنين الكترون فقط اتنين الكترون بأوربتال واحد ايه فارغ اللي بيحصل لما يشتركوا مع بعض يطلع زوج الالكترونات من زرات النايدروجين هيكمل معايا الربطة بالنسبة للأوربتال تفضل زرات النايدروجين مستقرة ليه مستقرة هنا هتفقد لا ده هتشارك باثنين الالكترون يفضلوا معاها ويروحوا البروتون الهايدروجين الشكل العام بتاع الجزء اللي هتكون ازاي زرات النايدروجين مرتبط مع الهايدروجين بربطة ايه تساهمية قطبية مع الهايدروجين بربطة تساهمية قطبية مع الهايدروجين بربطة تساهمية قطبية زوج الالكترونات اللي كان هنا هيوجه الى أوربتال الهايدروجين الموجب فبالحالة دي خلي الموجة ببرة الأيون خالص موجود عندنا يبقى دلوقتي زارة النيتروجين معاها ربطة 900 قطبية مع الهيدروجين 900 قطبية مع الهيدروجين 900 قطبية مع الهيدروجين تناسقية ما بين زارة النيتروجين وأيون الهيدروجين يبقى فيه زارة مانحة وزارة مستقبلة زارة مانحة لديها زوج من الإلكترونات الحر زرّة مستقبلة لديها أوربتال فارغ أيون الأمونيوم ده وإن H4 موجب يفسر عن طريق روابط تناسقية ما المقصود بالربطة التناسقية؟ نوع من الروابط التساهمية يحدث ما بين زرّة مانحة وزرّة مستقبلة زرّة مانحة لديها زوج من الإلكتنات الحر زرّة مستقبلة لديها أوربتال فارغ أعد الكلامي بين زرّة مانحة وأيون مستقبل أيون هيدروجين موجب يستقبل الإلكترونيوم يبقى داخل جزيء الأمونيوم توجد نوعين من الروابط نوعين من الروابط روابط تساهمية قطبية روابط تناسقية عدد الروابط دي كام أربعة بقول نوعين لكن عددها كام أربعة تلاتة تساهمية قطبية واحدة تناسقية يبقى الرابط التناسقية لو حبينا نعرفها مع بعض ما المقصود بالروابط التناسقية هي إيه نوع من الروابط التساهمية خلي كلام أبق نوع من الروابط التساهمية القطبية نوع من الروابط التساهمية قطبية يعدس بين كم زرّة زرّتين إحدهم زرّة مانحة لديها زوج حرّ من الإلكترونات والأخرى زرّة مستقبلة لديها أوربيتال فارغ وتمثل بسهم من الزرّة المنيحة للزرّة المستقبلة يسمعها الربطة إيه؟ التناسقية احسب عدد وأنواع الروابط داخل أيون الأمونيوم أنواع روابط اتنين تساهمية قطبية وتناسقية عددها أربعة تلاتة تلاتة روابط تساهمية قطبية واحدة تناسقية نشوف السؤال اللي جي معنا في امتحانات سنوية عامة سنة 2011 كان السؤال بيقول لي إيه؟ أنا أفاكر السؤال الثالث كان بيقول لنا احسب عدد الروابط داخل جزء كولوريد الهيدروجين كولوريد كولوريد الأمونيوم كولوريد الأمونيوم كولوريد الأمونيوم NH4 CL ده عنده عدد من أنواع الروابط عنده كم ربطة موجودة عندي أولا الأمونيوم شحنته موجبة والكلور أيون سالم يبقى أول حاجة فيه ربطة أيونية يبقى رقم واحد ربطة أيونية داخل أيون الأمونيوم لسه قالوا راسم من شوية تحتوي إيه؟ ده واحدة أيونية وثلاثة تساهمية قطبية وكمان وحدة تناسقية يبقى عددهم كم واحد وثلاثة وواحد خمسة أنواعهم كم؟ تلاتة اسمه كولوريد الأمونيوم نطرات الأمونيوم هيدروكسيد الأمونيوم كولوريد نطرات هيدروكسيد كربونات كابريتات معها أمونيوم حطت لها كم نوع من الروابط تلاتة كولوريد أمونيوم نطرات أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كابريتات أمونيوم كربونات أمونيوم أي حاجة فيها أمونيوم ده أحبار عن إيه روابط ثلاث انواع من روابط روابط ايونية روابط تناسقية روابط ايه كمان تساهمية قطبية وعددهم كام خمسة ثلاثة داخل جزء الامونيوم روابط تساهمية قطبية واحدة تناسقية داخل جزء الامونيوم واحدة ايونية ما بين الامونيوم وما بين الايون التاني سواء كلور او هيدروكسيد او غيره طب احنا كده فصرنا مع بعض الروابط اللي داخل جزيء الامونيوم انا بتكلم على انهي رابطة الرابطة التناسقية تعال اكد كلامنا بمثال تاني معنا ايون الهايدرونيوم ايون الهايدرونيوم اتش سري او موجب بيحتوي روابط ايه جزيء المية اتش تو او طيب معنا فاصل دلوقتي ونرجع تاني ان شاء الله نكمل مسالنا باذن ربنا سبحانه وتعالى سنعود باذن الله بالحالة والنصري ما ابها شروني احفظنا حال جائزة كبرى عودنا بفضل الله بالحالة والنصري ما ابها شروني احفظنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الفاصل بنتكلم مع بعض على الربطة التناسقية احنا في الباب الثالث الروابط التناسقية نوع خاص من الروابط التساهمية القطبية نوع خاص من الروابط التساهمية بالتم ما بين زارتين فصرنا قبل الفاصل مع بعض الروابط التناسقية في أيون الأمونيوم شفنا مركبات الأمونيوم بتحتوي على كم نوع من الروابط الربطة التناسقية نوع خاص من الربطة التساهمية تحدث ما بين زرتين زرة مانحة للإلكترونات زرة مستقبلة في شرطين شرط الأول الزرة المانحة لديها زوج من الإلكترونات الحر الزرة المستقبلة لديها أوربيتال فيرر هنتعمل مع بعض النهاردة ونشوف دلوقتي أيون الهايدرونيوم أيون الهايدرونيوم H3O موجب أيون الهايدرونيوم لو خدنا جزيء مية مع بريتون الهايدروجين اللي هو البروتون الذي لا يوجد منفصلا في المحليل المائية هدي سؤال عالي له لأنه بيتحد مع المية وبيكون عندي أيون هيدرونيوم نشوف مع بعض الميكانيزم اللي بيحصل فيه الروابط دي المية عبارة عن زرة أكسوجين معها كم زرة هيدروجين؟ معها تنين الأكسوجين عدده زالي كام؟ ستة عنده كم مستوى؟ مستويين اتنين وكام؟ الأكسوجين عنده زالي تمانية عنده اتنين وستة إلكترون في آخر مدار يعني الستة اللي أنا قلتها في الأول أقصد بها أن دي ست إلكترونات في المدار الرئيس الأخير عنده هنا إلكترون اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة زرة الهيدروجين الأولى دي اللي هو الإتش الأول عنده إلكترون زرة الهيدروجين التانية عندها إلكترون حصلت ربطة استقر زرة الهيدروجين ربطة استقر زرة الهيدروجين اللي حصل في نفس الوقت استقر زرة الأكسوجين بيعندها أصلا ستة إلكترون ودتنين بالمشاركة يبقى عندها تمانية الأوربتال ده هو فالغ تماما اللي هو موجود فيه بروتون الهيدروجين زرة الهيدروجين فقدت إلكترون أوربتال يتشبع باثنين إلكترون هيطلع زوج الالكترون ده من هنا يجي هنا عملية مشاركة ايه اللي حصل الاكسوجين ده مش هيفقد لا هيشارك يبقى كده الربطة اللي حصل دي اسمها ربطة تناسقية اه دي زارة الاكسوجين مرتبطة بربطة تساهمية قطبية مع الهايدروجين تساهمي قطبي مع الهايدروجين لسه في اتنين الالكترون حار يرتبط هنا بربطة تناسقية مع ايون الهايدروجين عبارة عن ايون موجب اسمه ايون الهايدرونيوم يبقى ايون الهايدرونيوم يحتوي نوعين من الروابط روابط تناسقية وروابط ايه كمان روابط تساهمية قطبية عدد التساهمية قطب اتنين التناسقية ربطة واحدة بين زارة الاكسجين المالحة وايون الهايدروجين المستقبل للالكترونات هو حد يقولي لسه فاضي الزوج حر هنا من الالكترونات هيعمل ربطة تناسقية ما ينفعش لان الربطة التناسقية عندي لو شفنا جزء متعادل مع اربطال لكن دو ايون ايون موجب مش هينفع يتحد مع الاربطال الموجب موجب وموجب مفيش ايه اتحاد يبقى ايون الهايدرونيوم يحتوي نوعين من الروابط روابط ايه روابط تناسقية ايه موجودة وروابط تساهمية ايه قطبية مين الزارة المنحة الاكسوجين مين الزارة المستقبلة هيدروجين ولا ايون الهايدروجين لأ ايون الهايدروجين لو نرحظ معايا كمان في حاجة سؤال انا قلت تعالل من شوية لا يوجد ايون الهايدروجين حر في المحالين المائي ليه ما ينفعش يبقى حر في المحالين المائي هنا ايون الهايدروجين ده بيتحد مع جزيء الميا لوجود زوج حر من الالكترونيات على ظهرة الاكسوجين فيكون ربطة تسمى ربطة ايه تناسقية يبقى الرابطة التناسقية عرفنا كمثال ايون الهايدرونيوم وقابليها ايون تاني اللي هو ايون ايه الامونيوم الرابطة التناسقية نوع خاص من الروابط التساهمية تحدث ما بين ظهرتين احدهما ظهرة مانيحة لديها على الاقل زوج من الالكترونيات الحر والاخرى ظهرة مستقبلة لديها اوربيتال فارغ يستقبل لاثنين الالكترون يبقى كده عندي ايون الهايدرونيوم كمثال شفنا مع بعض يا شباب بالنسبة للروابط الايه التناسقية يبقى كلمنا عن الرابطة الايونية اساسا بتعتمد قوتها على فرق السالبية الكهربية كل ما يزيد فرق السالبية عن واحد وسبعة من عشرة تزداد قوة التماسك قوة الصلابة قوة التوصيل الكهربي الانسهار والغليام بيزيد ايه صلابة العنصر وتماسكه لان فرق السالبية بيزيد الرابطة التساهمية اننا نعين تساهمية نقية وتساهمية قطبية نعيد تاني وتالت النقية بيكون فرق السالبية صفر التساهمية القطبية فرق السالبية اكبر من صفر واقل من واحد وسبعة من عشرة عندي جزء HCL لو غاز كلوريد هيدروجين لو دوبنا في المية حمد هيدروليك الروابط بتاعته روابط ايه؟ الروابط تساهمية قطبية تاني كده تساهمية قطبية كوريد هيدروجين دوبته في المية هو التساهمي بيدوب في المية الروابط التساهمية مركبتها ما بتدوبش في المية ولكن في حالات خاص ده تساهمي قطبي والمية جزء قطبي المية عندها H موجب و H سالب HCL لكوريد هيدروجين H موجب CL سالب حصل تبادل ايه؟ للأيونات اللي موجودة يبقى بيدوب في المية تساهمي قطبي مش تساهمي عادي تساهمي ناقي صعب يدوب في المياه صعب جدا الاكسوجين بيدوب بالعافية في المياه يعني احنا عندنا الاكسوجين تساهمي ايه ناقي صعب جدا زوبان في المياه بس بيدوب بس بنسبة صغيرة احنا عندنا HCL HCL عبارة عن كوليد هيدروجين تساهمي قطبي بيدوب في المياه اه ليه من تساهمي قطبي والماء مزيب قطبي طب يدوب في البنزين ما يدوبش في البنزين مع انه مركب ايه تساهمي والمركبات التساهمية أساسا بتدوب في المزيبات العضوية لكن كولوليد الهيدروجين بيدوب عندنا في المية وتوصيله للكهرباء مع البنزين ضعيف جدا 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 عشان ما نتفرعش تفرع كبير من كلامنا عندنا الروابط التساهمية فصرتها كم نظرية تلاتة نظرية اسمها إيه؟ السومانيات طلع لها عيوب جات نظرية رابطة التكافؤ جات بعد كده النظرية بتاعة الأوربيتالات الجزائية اللي وضحت لإيه؟ سيجما وباي وفي دلتا في روابط عبارة عن أوربيتالات سيجما وباي ودلتا زي ما جلس سؤال السنة اللي فاتت في امتحان سنوية عامة عندي بالنسبة للأوربيتالات المهجنة ممكن سيجما تداخل بالرأس ممكن باي تداخل بالجنب أو أعتنسى المقارنة اللي ممكن يجي لك في الامتحان قارن بين روابط سيجما وروابط باي نظرية أوربيتالات جزائية نظرية رابطة التكافؤ طيب جزئ الميسان مين اللي فصّروا رابطة التكافؤ جزئ الهايدروجين جزئ فلوريد الهايدروجين فصّرته نظرية رابطة التكافؤ طيب جزئ الإيثلين والأسيتلين نظرية الأوربيتالات الجزائية التهجين Sb Sb2 Sb3 Sb3 في المسام Sb2 في الإيسيلين Sb في الأسيتيلين دخلنا بعد كده على الرابطة الهايدروجينية قلنا الرابطة الهايدروجينية سري من أسرار حياة بتاعتنا هي اللي خلت كل خواص المياه شازة درجة غلانها عالية كمان بيدوب فيها بعض المركبات العضوية لأنها بتعمل رابطة هيدروجينية جوه المياه كمان بخلت المياه دي في صورة سائل الرابطة الهايدروجينية بتحصل إمتى لما تقع زارة الهايدروجين بين زارتين لهم سليبية عالية فيكون فرق السليبية بينهم عالي فتحصل رابطة هيدروجينية اسمع السؤال ده الرابطة داخل جزئ المياه الروابط داخل جزئ المياه تساهمية قطبية الروابط بين جزئيات المياه روابط بين جزيئات المية روابط ايه روابط هيدروجينية طب الروابط اللي موجودة في عينة من المية عينة من المية يبقى روابط تساهمية قطبية وروابط ايه كمان وروابط هيدروجينية ايه الروابط اللي موجودة في عينة من المية طبعا ايه نوعين روابط تساهمية ايه قطبية وروابط هيدروجينية خلنا عن ربطة تناسقية فصرنا ايون الامونيوم وايون الهايدرونيوم لسه فضل ربطة تاني معينا ربطة الفلزية عشان نخلص الباب التالت ربطة الفلزية اسمها ربطة معدنية لا تعتمد على فرق السليبية الكهربية كيف هي كده فرق السليبية ايونية تساهمية تناسقية هيدروجينية تعتمد على فرق السليبية الكهربية ربطة الفلزية فلزية سهلة اوي كلمتين صغيرين هي عبارة عن سحابة إلكترونية تحدث بين أيونات الفلز والإلكترونات الحرة عند الربطة الفلزية ربطة معدنية الصوديوم آخر مضار في إلكترون الماغنيسيوم آخر مضار في اثنين الألمونيوم آخر مضار في ثلاثة يبقى أكثر توصيل وأكثر صلابة وتوصيل كهرابي وتوصيل حراري عنصر الألمونيوم كده خلصنا مع بعض الباب الثالث إن شاء الله نكمل مع بعض الحلقة اللي جاية ونبدأ في الباب الرابع العماصر الممثلة يارب نكون قدرنا نوصل لكم معلومة نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة